السلام عليكم. المخاطر بتاعت النهار ده ان شاء الله نتكلم عن لو انا عايز ارسم دايرة بتمس اضلعه مسلس من الداخل. يعني هيبقى معي الماطة. هاي ما احنا شايفين كده مسلس. مسلس. وعاوز انا نرسم دايرة ايه? بتمس اضلعه من الداخل. تمام? طيب. دلوقتي لو انا اصلا عندي اي دلعين. تمام? وفي دايرة. بتمس الدلعين دولت. هيبقى ايه المميز عندي? هيبقى المميز عندي. اللي انا عندي هيبقى من نص من مركز الدايرة. لو انا وصلت لغات الممسين بتوعي. ايه اللي هيحصل? اطلع ايه? اطلعه متعندي. تمام? يعني المسافات دا ده نص قطر. ده نص قطر ويطلع ايه? متعمد على المماس. وده هيطلع متعمد على المماس. طيب احنا كنا خلنا في الفيديو بتاع تنصيف قطعة مستقيمة احنا كنا قدرنا نستنتج ونرسب محل هندسي للي بينصف الزاوية وكمان بيعمل ايه? وكمان اي نقطة عليه بتبعد ايه? مسافة متساوية عن ايه? عن الدولارين بتوعي. تمام? يعني المحل الهندسي ده عليه جميع النقطة اللي بتبعد مسافة ايه? بعد متساوي بين ايه? بين الضلع ده وبين ايه? وبين الضلع ده. طيب يبقى انا لو معي مسلس بالشكل ده وانا عايز ارسم مركز الدايرة لازم مركز الدايرة هيبقى ايه المميز فيه? هيبقى المميز فيه اللي هو بيبعد مسافة متساوية عن الضلع ايه سي وعن ال اي بي وعن ال سي بي. احنا اتفقنا عن ايه بعض? يعني الخط العمودي اللي بين المركز وبين الضلع ايه? وهو ده البعد اللي انا بتكلم عليه. ده اللي هيطلع ايه? متساوي ده اللي هيطلع هيساوي ايه? نص القطر. طيب اقدرها تجيب حاجة كده ازاي ازاي انا انا لو مسلا انا عايز اجيب جميع النقطة اللي بتبعد مسافة متساوي عن الضلع اي سي وعن ال اي بي. هارسم حل الهندس اللي بيعمل ايه? اللي بينصف الزبال اللي بينهم. تمام? طيب بالزبط ايه? مركز الدارة بتمر برقوس مسلس كن احنا ساعت استخدمنا محليين هندسين مختلفين عنده بس كان ايه? قطعناهم في البعض في الاخر وايه? وحقق الشرط بتاعه. طيب لو جينا نشوف اول خطوة كده زي ما احنا توقعنا. هتلاقي هتلاقي هل انا برسل محل لهندسي? لأي ايه? لأي زاوية فيه. زي ايه? زي الفيديو اللي انا ايه? اللي احنا شرحنا في ايه? الكلام ده المرة فقدت. تمام? انت هتلاقي الفيديو بتاع تنصيف القطع اه تنصيف الزاوية ايه? مشرح فيه اللي ازاي ترسل محل لهندسي ده. خلاص احنا رسمناه. وتمام كل حاجة. ادي رسمنا اول احد. تمام كده? متوقع اعتني خطوة ايه? هنرسم اي محل لهندسي ايه? لا اي زاوية تانية. الزاوية ديت مسلا او الزاوية دي بش فرق معي. رسمته خلاص. تمام? طيب تلات خطوة هقاطع هنبقى مع بعض. لما قاطع ده مع ده هيجيب لي ايه? هيجيب لي مركز الدايرة. طيب انا لسه عشان رسم الدايرة انا محتاج مركز محتاج نص كتر. طيب انا جبت المركز اجيب نص كتر ازاي. اتفقنا نص كتر هيبقى هو البعض العمودي بين المركز وبين التانجين تبتوعي. يعني لو اسقطت بنقطة ام عمود على ال اي بي او ال اي سي او ال سي بي اي اي ده نص القطر بتاعي. يبقى زي ما احنا قلنا بالزبط. يبقى انا لو نقطة ام اسقطت عمود على مسلا اسقطت على نقطة ال اي بي كده جبت ايه? جبت اجيبت نص الكتر. خلاص معي نص الكتر معي مركز الدايرة هرسم دهر ايه? هتمس ايه? هطلع المثلس ايه? من الداخل. تمام? دي كانت الفكرة بتاعتي. شكرا ليكم.